لنواب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أوصى بالسمع والطاعة لهم في زمن الغيبة ولا يجوز لمسلم ولا لمؤمن أن يخالف هذه التوصيات لأنه كما ورد في بعض الروايات أن الراد عليهم كالراد على الله سبحانه وتعالى وهو على حد الكفر وعلى حد الشرك والعياذ بالله ولذلك نستغرب من تصرف بعض الجماعات بطريقة يعني فيها كثير من المزايدة والمتاجرة حقيقة في الدين في هذا الظرف العصيب والعمل على إغراء الناس بالجهل ودغدغة عواطف المؤمنين وتصوير الأمر بأنه حرب على الزيارة وحرب على الإمام فهل نتهم المراجع العظام بأنهم يحاربون الزيارة ويحاربون الأئمة عليهم السلام ما هذا القياس ما هذا القياس الباطل بعض الأخوة يستشهد بعض المؤمنين الطيبين يستشهد يقول أنه في زمن المتوكل كان يقتل الزوار ولكن الأئمة لم يمنع الزوار من الزيارة بل كانوا يشجعوهم وهذا من القياسات الباطلة أيضا لأن عمل المتوكل والظالمين كان فيه حرب على العقيدة ومنع للزيارة بينما اليوم عندما ينصح المراجع بالتوقف عن صلاة الجمعة والجماعة والزيارة في هذه المرحلة هم لا يحاربون العقيدة ولا يمنعون الناس من الزيارة ولكن هناك ظرف استثنائي فيه حفاظ على النفس الإنسانية والنفس الإنسانية مقدسة عند الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهوا عند الله من قطرة دم مسلم يعني موت مسلم بغير حق لو الكعبة تهدم أهوا عند الله من أن يموت مسلم بغير حق ولذلك المراجع الإعظام أدام الله ظلهم أجمعوا في الحوزتين في حوزة النجف الشريفة وفي حوزة قم الشريفة أجمعوا على هذه التعليمات والالتزام وأوجبوا الالتزام بالتعليمات التي تفرضها الجهات الصحية في هذا المجال ولذلك نرجو من المؤمنين التنبه إلى بعض الجماعات التي تحاول المتاجرة بالدين والمتاجرة بعواطف المؤمنين في هذا الوضع الحرج والالتزام بأوامر المراجع العظام أدام الله ظلهم والالتزام بالتوصيات الصحية التي تصدرها الجهات الرسمية لأن الوضع جده خطير يعني المسألة لا يظن البعض أن المسألة سهلة والعالم مقبل على أيام عصيبة لا سمح الله وإذا لا نلتزم بالتوصيات الصحية فقد تكون هناك كوارث خصوصا في بلداننا في الجمهورية الإسلامية المحاصرة وفي العراق الذي يفتقد إلى أبسط الخدمات قد تكون هناك كارثة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء عن جميع المؤمنين في العراق وفي الجمهورية الإسلامية وفي جميع بلاد المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذا العذاب وهذا البلاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين